حتى نكون منصفين بعض الموظفين يتصرف بطريقة غير لائقة وربما يخذ المواطن يتجاوز ذكرت لي مثال هذه الحالة شنسميها وإذا عندك شواهد على هذا الموضوع يعني أحيانا صح حتى لا نلقي باللوم على المواطن أحيانا بعض الموظفين وليس الكل مع كل احترامنا ويعني عظيم الاحترام والإجلال لجنابهم طيب أحيانا بعض الموظفين يكون غير ذا لياقة عالية في التعامل مع المواطن يعني أروي لك رواية في أحدى المحافظات الشمالية حتى نخت الميت يعني ما بين 2009-2010 هي شي صار تعدي على بعض الموظفين أحدى الدوائر التربية بالمحافظة السبب شنو؟ السبب أنه كانت هناك تعيين وسابقا التعينات مو ألكترونية يضعون الأسماء في كرات بلاستيكية ومن ثم يقومون برج هذه العلبة ويقوم بسحب الكرات ويطلع اسم الموظف المتعين جديد على سبيل المثال فلنفرض هناك 15 معلم وخمسين كرة السبب والخمسطعش معلم طلعت الأسماء بعد ذلك أصبح الضجة وتم الاعتداء على الموظفين أنه أنتم هذه الأسماء يعني عدكم علم بها فكيف بهذه الآلية وهذه الكرات مغلقة تبين فيما بعد أثناء مجرات التحقيق أنه الموظفين في هذه الدائرة قاموا بتبيت الكرات البلاستيكية في الثلاجة اليوم كامل حتى من يجي الموظف يسحبها يلزمها برده تطلع بها اسم وبالتالي هذا هو يكون سبب أحيانا لا ننقبل لهم على المواطن